السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الفني واليومي أطلق شو رمضاني اليومي والفني باتشورك رمضان فرحان أنا أني كنت لقى معكم يوميا باش نبرتجي معكم شي بركة من الخبيرات وكذلك المستجدات ديال الفنانيين وضيوف هاد الموسم وضيوف هاد البرنامج يكونوا متنوعين ندوزوا معهم كاملين كل نهار رمضاني نص ساعة وديم ندردشوا معهم في بزاف المواضيع اللي إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم فأخليكم معنا مرحبا بكم من جديد نقدم لكم ضيف لدي رفقني في هاد الناس ساعة ديال حلقة اليوم والمخرج الممثل والفنان محمد أشاور السلام عليكم ومرحبا بك مرحبا أسامة شكرا للصدفة ورمضان كريم لك والمشاهدين ديال ميديا أنتفك مرحبا الله يدخل علينا سنة رمضان في أحسن الظروف وإن شاء الله بصحيحة والعافية كيفاش كيدوز عندك رمضان أشاور وكيكون تقريبا عطلة لأنه أبر شوية ديال خدمة ديال يعني تعليم في الدروس إلى آخر ولكن كيكون عطلة وكي نستفد من أنه نمش نشوف العائلة نتفرج في أفلام نقرأ نطلع شوية داك الشي اللي ما كي نكونش في السنة فكي يكون شوية ديال الرحل سولتك قبل الحلقة وملي عيتليك وكي قلت ليك واش ممكن تجي وتجيب بدلة بلدية وكي قلت لي اوهو حيث ما عنديش بزاف ديال فلدي وما كلمتش بزاف ديال بلدي كان واحد الفصالة ديال بناد ممكن تجي معا لبدي أنا ما كي يجيش معا ولكن واقعي بك ممكن ما كي يجيش مع البلدي مش البلدي ما كي يجيش معك ممكن ممكن ولكن واقعي بك كي مدرت شوية ديالفور واجت على السنة لكن بجود كي نراتوش نا واقعي بخلنا الانتاج وخسرت شوية الفلوس لا بينا عنيق سببارك الله لك كيف قدرت تبقى زين طائرة 30 يوم ديال رمضان؟ نا واقعي القاضية ديال زين ما عندها علاقة برمضان زيما هاد الناس إلا قديتين نظروا على هذا الشيء اللي كي يطرى في رمضان بعد اخترات بعد بعض التصرفات اللي كنشوفها في الزنقاء وفي الشارع الى اخيري يرسبق يسبق ودك اللي كي يقولولي يصايم بجميل نا ما كنتيش كاتحس براس كأنك تكون تكون جتي معي في رمضان دخلت على كمس دالك تاي سالي وكانو عد خرج رب ستحكي لي كيديرا أنا كنا هادر مع بعض الفنانين ولبعض الناس اللي في المجال بطابعة الحال بدون ذكرى الأسماء يقولي أنا ما تهدروش معايا ما بغيش نخدم قبل ربعاتي الأشياء بلا ما تعيت لي حيث يمكن غير كتكون كتاك على وقالة في الواحد من قبل ورمضان كي يجي هير ذاك الزمان دير الرمضان وكي يسببها فيه لا هي كي مزاف دي العواميل مثلا كي يكون كيدخن كي يكون عنده مشكل في رمضان كي القهوة القهوة اللي عنده مثلا ديكلاد ديكسيون القهوة في الصباح ما يمكنش تهضر معه في اليامات العادية قولوا ما يسرب قهوة فما بالوك في رمضان مش تهربهاش تل مورا الفطور فهذا الشي عنده عواميل حتى بتغذية ونظام الغدائي والكاراكتر ونظام الزمان ونظام الزمان ونظام الزمان باش يستغل لك رمضان بدك شقة اللي فيه زوين وفرصة كي ما كان قولو كدير شوي دي اليوغا لاميدتاسيون رياضة أمدل بسانية رايزية اليوغا كمطير كنحاول ما أمكننا في رمضان أنه غير خاليط بين اليوغا ولميدتاسيون باش تكون ديكسكينة الروحية وتبقى مساجمة مع التقس زيادة ربضان يعني كشمار شوية اليوغا شوية برافو عليك هل علاقش كمعين نجير؟ نقد نكون مسالمة إلى أكتر حدود بعد الاختراز كالجنراسي كننقر واش لعج واش معرفتش خصوصا هذا المؤخرا نولد كننقر بززر شمو اللي يقدر يعصبك؟ اسمي شو ذاك القلة النية على موفيز صفاء كي يقولونها بفرنسا شي واحد كي يبغي يجي تستعليك وانت عارفه كي تستعليك وما زال هو مكمل مخرج عينيه نعطيك ميشيل كانك تقلقني هذه القادية واحد دير معك رانديفو مع الخمسة وانت هي الخمسة وانت سيخ بلاس الخمسة وقسام خمسة وقسمين خمسة واربع مع الخمسة وانت كتعيت ليه وكي يقولك يقدرنا بين الخمسة وستة هادية قلت النية مثلا اي لا ينسير اذا كنت دير مع الخمسة وخمسة حيث هو مفعوت ما يكون صارح ويقولك اسميح ليه حيث ديك اسميح ليه كتعرنجي بسافة الحويج اللقص يقولك انت اللي غالط وانورا ما قلتش ليك ويخرجش فيك عيني الى اخير وتتشوف فيه زي ما لا يسامح لا ما بقاش نظر معه ما نخدمش معه إلا كانت عندي علاقة لخدمة كان عارفه انه ذاك الانسان ما صالحش للخدمة لانه اللي يبدأ معك بحالك داك ما يمكنش تسنع منه شي حاجة ما كاناش فرصة تانية لا فرصة رومانسي انت حزا يا الله الله يسامح واحد الاختراه ولكن ما بقاش يعود واخ من فرصة تانية دوزل اول مرة اول مرة كينين عروض ديال سبكتاكل ديالك الوان من شو هاد رمضان ولا قريبا كين واحد جوجد لعروض في هذا رمضان في النصف الثاني ديال رمضان لانه عود قديت فيه بالزبط الحويج كما كتعرف اي عرض ديال الوان من شو كيكون عبارة الوحد الورش اللي كتخدم عليه واحد عامين وثلاث سنين كتبقى تقد فيه تكي تقد العرض مزيان بانسلح انه ماشي بحال شي مصراحية اللي كتبقى في نفس النطق الوان من شو ديال ما تتزيد عليه ولا تتنقص حسب ردود الافعال ديال الجمهور فبتالي بلوس كتطلع سرسان الخشابة بلوس كتجربه مع جماهر مختلفة في قاعة مختلفة فهي اللي كتخلي انه يكون عندك واحد في الاخر واحد الفيرسيون فينال اللي يمكن كتلونس بيها السبكتاكل يعني وانتا كتقدم العروض ديال اول مرة السبكتاكل ديالك وانتا كتكتب دائما كتبها مستمرة كتكتب لانه كين ردود افعال مثلا على ديقاك واش خدامين ما خدامينش بعد اخترات التفاعل مع الجمهور كيعطيك افكار اخرى بعد اخترات كيكون مثلا الناس اللي ضايرين بيك يقدي جيو يقولك ودي ما تبقاش مكمل في هاداك السكتش اراه ما اعطيش حايد انت مليك تكسبك تربيلك بده شويل اذاك ما ما اعطيش لفيرسياله حاول انه تعالجه بوح طريقة فبالتالي هاد شيء كله هاد شيء عادي كنسمع 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 صني غم نقش وإلى قناعتيني مش مشكل ما حيث حنا ما كن عقب الحياة او الموت كنت حاول تقدم واحد المنتوج اللي يقدمارك هو اللي كيدحك اكتر إلا كان الانتراج ديالك وخاصة الانتراج إلا كان فهم وقنعوك هي ردود الفعل ديالجمهور ما كتكونش خطأة حيث مباشرة فبالتالي إلا كان واحد الجمهور عارض يعني فيه ناس من واحد مستوى ثقافي وناس عادية يعني اللي غنقولوا عليها جمهور شعبي اللي بغي غير يضحك ما بغيش تفلسف عليه بغي الضحك إلا اخروفك تجمع هاد الشي كامل وكتشوف مش 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 تفلسف عليهو في فضحك حيث اللي تفلسفة في فضحك خيبة خذ الاشتك تكون كتضحك ما واضحة تكون مزيانة منطقات ولكن السيونس اكزاكت ديال القاق يضحك في هاد البلاسة الاخيرة هادو هم الحويج اللي كيخلو انا سبكتاكول ديال كيكون فيها دويتي الى العروض المسرحية شاركتي مع عدد من الفنانين في جولة ديال مسرحية كان ياما كان دولين على هادالكسبيريونس كيفاش هاشتها هادالكسبيريونس تأيت زاد كتجربة زوينة لعن اول خطرة عن لعب مسرحية من يامات المسرح الجامعي مع ممتلين معروفين مها بخاري ناجة الوافي رابع السقلي واخرج اسماعيل الفلاحي اللي هو توام ممتل ومخرج وهذا المسرحي كانت تجربة مهمة جدا لانه كتقدر على واحد الموضوع اللي زنا منه اللي هو كورونا ولكن بطابع كوميدي اللي كانشوفه فيه الحويج اللي دوزناها فتجربة زوينة اللي طلعتنا اول تاني اللي مسرحة بطريقة اخرى مع ناس اخرين السبكتاكل دي اللي اول مرة كنتلعب بوحدة انا كنتلعب مع ناس اخرين فكي عجبني التعامل مع الافراد والجامعات وفي رمضان نراكين واحد جوج عروض واحد في مكناس واحد فاس في 30 و 31 طيب برافو مثلتي البر ديك الزوكام هو الدور ديالك واحد من الادوار واحد من الادوار فسترلينا اكتر لانه شي حاجة انسوليت اللي يقدر يسمع الواحد يقول واش شعلت الفازة مزيان واش نزيد في الصوت رمضان هذا فهمتي فسترليهم بالضبط هي عندك جوج حويج او لا بلزوع ولكن مثلا مني كتمثل كتمثل شخصية ديال شخصي كده يكون إنسان مهنة مهنة إنسان عنده حياة عنده تاريخ لأخر ولكن تقدر تمثل مثلا واحد الكونسيبت تقدر تمثل كلمات تقدر تمثل مرض تمثل الجوع تمثل الجوع فبطريقة انتا والنص كيفاش مكتوب والمخرج وكيفاش كتتعبر على انه يقدر يكون جوع واحد الانسان بحل مثلا كتقول كون كان بنادم مثلا جوع كون كان فلان كون كان بنادم هو الجمال كون غيكون أسامة بن جلون مثلا صافي سيلة الحلقة طلع الجينيريك صافي بركة علينا لا تعطيك الصحة وش ممكن سي محمد أشهورش اعطينا كلمة في حق الممتلين اللي كانوا في المصرحية ديالكان كلمة لها مهال بخاري مع ممتلة كنظن أنه بقية ما كتشفوهاش المغربة بزاف طاقة زوينة بزاف وكنستمتع بزاف معها مشاكسة وكتخصني بالضحك كلمة لها رابع سطلي رابع من الوجوه الجميلة جدا عنده مستقبل كبير في التمثيل وكي تسنته وكي بغي جدا نجت الوافي ونجت رصيد ديجا كبير كنظن أنه نقاطعات على التلفازة لمدة كبيرة ولكن دبا رجعت ورجعت بقوة وكنت من لها مسيرة مازال موفقة لأنه عندها طاقة باش تعطي في أدوار عدة كين معكم واحد الممتيل ريدا ريدا ردوان كنظن تبارك لعليه تاوا وكيغني وكيشارك تاوا بوح النوايطات هازلية ريدا هي المفاجأة ديالتا ما كنظرون شعليه بزاف باش كنخليه هو سوربريز سوربريز كوميدي جميل جدا فيم سرحيه تكلمنا على تلفزيون كين عندك واحد الفيلم تلفزيوني من المرتقة بأنه يدوز هذا رمضان صراحة تقيل أنا ما كن سولش بزاف لأنه تلفاز القناة المنتجهية اللي مسؤولة على البرمجة فما كان بريش ندخل أنا بما أنه أنا في المسالة تلفرا كانت عصدها مزيانة من عند القناة فكان ظننا هو ما غي حطوه الوقت اللي كي غير حيث كين كيكون واحدة تهافت فرمضان شكو اللي غير يدوز فرمضان حالة مثلا خديتي الأوسكار إلا دستي فرمضان هذا ليه ما كي يعنيواله غير هي تقافة حطيناها ودخلناها لريوسنا حيث ترمضان بعد الاخترات كيكون خطير بالنسبة للأعمال أولا كي تدو صفوصة أعمال بزاف وكيكون إنسان مقهوم وثانيا حتى الرد الفعل الجمهور بما أنه كيكون مستعد لمواجهة الأعمال خصوصا كيكون أسنانه لبيع الأعمال الدرامية لآخرة فما كيكونش متساهل معاك إلا كالأعمال المتوسطات ولا شي حاجة هو فيلم كوميدي هو فيلم دراما كوميديا أنا ما تسوينيش ما زال على الكوميديا في ممكنت أنا أعرف كين شي حاجة للكوميديا وليكن شوية الدراما تايا لكن شوية الدراما كما قلت محمد أشعور هذه فكرة مزينا نروجها ونصحها أنه فيلم والأعمال الدرامية ولا كوميديا رماش يبدروا ريدوز فرندان باش يكون عنده رواج وإقبال واستحسان عند الجمهورة ممكن يدوز قبر من رمضان ممكن يدوز فرس العام ولا بأمبورت ذك الزمان ولا لادات ويكون عنده يمكان إقبال أكبر وانتقادات يمكان هل تكون عنده مساحة باش أريحيا نهضروا على هذا العامل هذا ونشوفوه حيث فرمدان نراك هلشي فيترينا ذوك الفيترينات القدام ديال والدين اللي مكدسين فيهم طاوس وذك شي كامل عام راما أزهام خاصة بياسة بياسة تشوفها وتتستمتع صحف وتحية الوالدة والوالدين كاملين على هذا اللي عنده الفيترينات اللي عنده الفيترينات اللي عنده الفيترينات رصعب باش تبيعون من بعد وخاصي محمد أريد نسولك على الأعمال الدرامية الأعمال الدرامية versus الأعمال الكوميديا شهنة ربما كان طرح لك السؤال هذه السنين الأخرى شبه تفوق الأعمال الدرامية لدرجة يمكن كيتبعون ناس أكتر نقول له ربما وتعفل جودة ديالهم تبارك الله تطورت وهذا القضية بين الدراما والكوميديا هذا مسألة أزلية أخير باش نكون واضحين الكوميديا أصعب كثيرا في الكتابة من الدراما حيث الدراما ما كانش ذاك الوعد بالضحك اللي يخلي الكوميديا صعيبة في الكتابة ذاتها أنها إلي كتبتي وما ضحكوش الناس يعني خسرتي الدراما كتبقى دراما يعني الناس الحياة مشكل اجتماعية أو لا مثلا في السيسبنس إلى أخير فكتقدر أنك توصل لديك النتيجة بضرجات الضحك ما كانش درتي يسيتكو ما ضحكوش الناس يعني يسيتكو فاشل ما فيها لهذه ولا حتى الدراما أشنو هو الميقياس باش كيعبر الناس هو المشاعر بكينف هذي لا فلان مات لا صفقنا عليه لا الأخرى غات تجواج الأخرى هادو كيسهله نوعا ما مش كنقوله أنه الكتابة الدرامية وثاني سهلة غير كنقولك الكوميديا أصعب جدا وأصعب في الحالة مكانا مش ينعرف مش يكون عندك واحد المنتوج كبير والتفوق ربما حيث كان حتى واحد موضع كانت تأثيرات خارجية الناس كيشوشوا مثلا مسلسلة نتفليكس منتجات فالا جاية من برا نتفليكس أو في القنوات نتيا ونحن بحل المسلسلة التركية فيمكن كيبنيوا عليها بمحاكات ولكن كانت تأثيرات بتوابيل المغربية للأخير وكما قلت أنت كان مجهود من ناحية الإنتاج ومن ناحية الإبهار ولكوستوم اللي مكانش حالاتي تم غرابية محمد أشاور هي كذلك التامازيغة اللي انتم متفوق فيها تبارك الله وكان واحد نجاح كبير دي الفيديوهات ديالك وصناعة المحتوى اللي تقدم بالأمازيغية نشاهدو مقتطف من الفيديوهات دي المحمد أشاور بشلحة إستريتت ساول وتشلحيت بزاف نبغيين تعلموا الشلحة ولكن خايفين نصرفوا نحو الشكل نساوي عليكم هذا الشي كامل ونبدأوا واحد طريقة جديدة فيها تلاتة الكلمات وثلاثة الأرقام اللي سهلة و اللي غتبكنكم من التواصل مع الناس اللي كتبغيهم اولا خدامين معهم اولا مصاحبين معهم اشكيد اشكيد هي اجي اشكيد صغي اويد اويد هي جيب اويد اغرم جيب الخبز امز امز قريدن ماهي الفلوس ندوز الأرقام واحد هي ياني جوج هي ثين ثلاثة هي كراب اذا تبقتي هذا الشي كامل كل اخطرة ستجد انه الفوكابولار كل القابوس يتساد يوميا وقتل تتعلم انك تضرب الشلحة ومن بعد انك تصرفوا نحو الشكل نجدوا اللي حل ازول اليوم ستجدوا سمية بعض الخضر اذا اردنا بطشة هي تماطاشت او تماطاشت البطاطا كلها يقولها بطاطا وكلها يقولها تلغضة القرعة هي تخسيت الفيفلة هي الفيفل اللفت هو تيركمين الدنجال هو بيتلجان البصلة هي أظالين تومة هي تسكرت الفول هو يباون البصلة هي أظالين كيف سنقول لك الخضرة غالية بسلحة هي نظر العربية تغلاء تغلاء الخضرت تغلاء الخضرت اعلمني كلمات واحد وثلاثة يان يان سين اوه 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 نظر جميع اوه أغارب الزواج اغارب الزواج متانعتم لا تقة見 المPR ريغ ريغ بغيت ريغ بغيت الفلوس ما هي البرنامج لدينا هو أحسن برنامج في العالم البرنامج لديكم هو أحسن برنامج في العالم البرنامج النون يفعله برنامج برنامج النون هذا ما قال أصوأ مبادرة جميلة أدولينا على الفيديوات هي القاضية يجيني فشكل أنه واحد مغربي بحالي يمشين مثلا شي بلاصف مثلا فتافره أو تلي أنا منها ما يعرفش زي ما كتبان لي غريبة نحن نملي كنمشي مثلا غير كنمشي من سبانيا كنت تعلموا واحد خمسا ستاد الكلمات باش كتب كومير فكنقول مع راستي على الأقل أنه واحد مثلا ما كيعرفش حيث الناس اللي ما كيعرفوش كين لوالديهم مثلا شلوح أو من الأطلاس أو الريفين ما كيهدروش المشكل ماشي حتى عند الناس اللي نقولوا الأصول ديالهم القاربة ماشي أمازيغية رغم أنه يعني العلم يقول أنه تقريبا المغرب لأندلوس كامل والأصول القديمة أمازيغية ولكين كنقول مع راستي خاصة نجل واحد المجهود في التواصل وهي ثاني ثقافة لأنه المدخل ديال أي ثقافة هي اللغة إلا كتصنط المثلا المورسو ديال الموسيقى ديال أوداد وكيهدروفيل كيقولوا كلمات وانت ما فاهمهم مش بحل حناش حالا ديك إلا كنتصنطوا الإنجليزية ما فاهمينش كيقولوا دابا ولينا كتلقى الشباب كيطاع عرف الإنجليزية إلى آخر فبغيتي تفهم منين جاي أرجان عشان هو آملو إلى آخره فكل هالمداخل ديالها هي الأمازيغية فقلت مع راستي بما أنه أنا كنهضرها وكتنهضرها ماليكت صغير وفي دارنا علش ما نديرش فيديوات غير نعلم الأمازيغية ومسانسوسية اللي كان ميتريزي هنا دير التواصل ماشي أكاديمية كما قلت انت أقول لي الجمال والكلمات اللي هنستعملوهم في حياتي اليوم يوم مع صاحبين نحك معها معهم حانوتن نشري عندو شي حاجة وحلتنا في شي بلاسة مثلا في الأطلس بغيتن نتعرف مع الناس هما غايدروا ولي عجبوهم الحال أنك تكبر بيهراء وغايدر لي فورانه ويقدر معك بالعربية ولا بفرنساوية وباش ما بغيتي ولكن انت رأى كي حلا كتكبر بي كتبول لي هنرعتانا رأى معاك وكنفهم اللغة ديالك وما تكونش حاجز وانتك نظن انا مني كانت عاملو معاك واحد وكنقولي كي عاون ربي فحلا كنت تقربوه منه فحلا سكخي واحد لكومنيكاسيون واحد لكومنيكاسيون هذا هو المهم عندي في هذه القضية هذي وقلت باب شوية المعرفة في الإخراج فهذا غاندير فيديوهات وكندير الدروس عندي البرناماز للدروس ودير اللي هم مصابقة غيمشيوا معايا اللي ربحوا تبغيتمشي معايا انا بديش كانت تعلم علمتينها بعض الكلمات جاوب في امتيحانات حيث كين فورود كين امتيحانات سهلين 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 غايبشيوا معايا عشرة ديال الناس اللي تفرود في الصيف باشعو تانين كونو في ديكلي مخسيون لانجويستيك ويشوفوا بلاسة اللي معمرهم شافوها وينتذكروا معايا الناس تما ب بسوسيا بشلحا كيف يشاركو كتشارك شوف الفيديوهات كين الفيديو ديال امتيحان وكل اخترا كان نطرح واحد الفرد اسمتهم الفورود كيتجاوب عليه بالاوديو باشنا عارفوش كتريني كيتجاوب بالاوديو ومن البعض سنضر واحد القرآن اللي سنعزل منها عشرة ديال نسل سيمانا فتفرود دونك الشي كامل الى شانيل يوتيوب ديال محمد أشاور معنا واحد شخص باتتحدر معاك فيديو مفاجأة انك تشفو شكون وشنو عندما تقول لك سيم محمد أشاور نقدر نقول له انه ولد الناس عنده علاقة زوينة مع وليديه ومع خوته انسان محب للحياة وعنده اخلاق مبادئ اللي ما بقيناش نلقاوها بزاف في هذا الوقت انا كان احسر فيه انه يخدم على راسه ويحاول يكون دائما نسخة افضل سيم محمد ديالي عشر سنين ماشي ديالي خمس سنين ماشي هو سيم محمد ديال دابا هو انسان حساس وضقت تفاصيل كقدرة تقتر فيه على الصعيد الفني انا كنشوفه فنان شامل لانه تبكلا عليك تقن التشخيص والكتابة والاخراج وانا كنشوفه مخيج مميز لانه كيف يفهم بزاف ديال الحويج في الديكور في الاضاءة في الستيليزم في الموسيقى وكنضن بانه يمكن ما زال ما بينش حتى 10% من القدرات اللي عنده وانه يمكن يدير اعمال اعمال زوينة سيم محمد كيجيني انسان ناضج ومتقف متتبع جيد للحق السياسي والرياضي والفني تقدروا تسولوا هلا بغيتوا تتأكدوا هو انسان محبوب وضحوكي كيف ما بزاف الناس كيعفوها خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي الجرعة الكوميديا عنده طالعة شوية الناس كتبغي تقلس معاه وتدوز معاه وقيتا في الدار اللي ما كيكونش عنده شي تصوير ولا شي التزام كيهتم بالبيت والمتطلبات بالنظام كيصال على النظام في الدار هو زوج واب حنون محب اكيد ان انا كنتضحكوه في الدار بزاف ولكن كيبقى انسان عادي قريب حلو بحلقة الناس ما تحاولش تقرب لي بيانسوا من يكون بشي حالة ما هيش مراشقالوش مع الصب شي حاجة اضطرت فيه عكرت له المزاج ديالو وغير ما كي نكس على ضحك لهؤلو وأكيد انه الحياة والمشاكيل والصعوبات اللي كتقد تكون فيها كتدوز اسهل واجمل إلا كانت واحدة للمسا ديال الضحك وديالطاقة الإيجابية بحالي عنستي محمد أشاور لك الكلمة أخوي أشاور لك هي الكلمة مع كنشكر إسراء بعدها على الكلمة هذه الجميلة البارح كنا أنا ويا محرتي متى صورات هذا الشي ننظرك كنشكرها بزاف على الكلمة وكما قالت ديما كنت تعطش كما كبيرا سولتني واحد القضية التمغريبيت حيث أولت هذه التمغريبيت لك أنا أضروه عليه كنقول لي وبحالك أنا أضروه عليه شي حاجة جاية من المريخ رأس النورمال عايشين في هذه البلاد نبغي لها الخير بدون تطبع تطبع تحرك في المجتمع وتعطي التطاقة الإيجابية كما كانت المشاكل التي نعيشها كاملين بتفاوتات ولكن الهدف الأساسي أنه تلقى واحد المساحة وتقلب عليها وتضرب عليها بعد الإقتراط لأن الحويج ماشي وردية وتنشر الحب والضحك والابتسامة والابتسامة مهمة جداً لكن بناد من اللي وقالها دي 15 عام مضحكش مصيبك حلاً ما قالت لنا الزوجة ديارك؟ أتمنى لي أن أحضموا فقط ما تقوم بإنستاغرام صانعة محتوى صانعة محتوى تقوم بالغداء الصحي وطريقتها تريد أن تتعلم هذا الحويج مع الناس متوفق لها أكيد لديك مفاجأة أخر سيئة أشياء نعم كثيراً موجودين نعم كثيراً يا خارد صورة المفاجأة الكبرة صغار نكتشفه محمد أشاور ولكن من بعد 40 سنة تريد أن ترى ثلاثة أشياء واحد كبرة صغار هادي 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 كانش بيدراسي بلي ما كان كون شبعنا هاسوخ أصيبغير اللحية و بيضة بززاف لا أصبحت لك تنام مني هنا 40 عام 40 عام زيدها على 26 ضيوبة الذي عندي يا را يمكن أجبقى مزال في المجال لا هذا الشيء إلا ممتلش هذا السيد هذا أسمح ليها إلى جميع المخرجين المغاربة نيدا هذه طالية من هذا لا شيء يجب محمد أشاور مصخيناش بك كلمة أخيرة شكراً أسامة ديما كيكون ساعدة أنني أتلقى معك لأنه وكنضحكوه وكنهضروه في حويج اللي في صاميم وكنت من الكتنة مسيرة موفقة رمضان كريم لك ولمشاهدين ديال البرنامج ديالك وتنميرت مرحبا ولو تنميرت مرحبا بك في أي وقت شكراً لتبعشونا تهلاوا بزاف فرسكم وبيناتنا بارشوك رمضان